بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله آية استوقفتني أحببت أن أشارككم هذه المعاني التي ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتدبرها أن نتدبرها جميعا الحقيقة الآية موجهة للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الحقيقة هذه الآية لها خاتم عجيبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون آية الفلاح إذا التزمت أختي الفاضلة بما جاء بهذه الآية سيقودك هذا الالتزام إلى الفلاح إلى التوبة أولا ثم إلى النجاح والنجاح ليس نجاحا في الدنيا فقط وليس نجاحا في الآخرة بل في كليهما فلاح أو نجاح في الدنيا ونجاح في الآخرة تأملي معي هذه الكلمات التي وجهها الله لك يخاطبك ولكن من خلال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا خطاب رحيم لم يعنف المرأة لم يقص على المرأة لأن المرأة مخلوق مكرم عند الله سبحانه وتعالى لذلك جعل الخطاب لها عن طريق سيدنا محمد لم يقل غضي بصرك ولم يقل لا تبدي زينتك لا قال وقل للمؤمنات أعطاك لفظ الإيمان أروع لفظ على الإطلاق أن القرآن يصفك بالمؤمنة ويجعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمام عينيك وكأنه هو الذي يقول لك غضي بصرك وقل للمؤمنات يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنات يغضضن من أبصارهن انظروا إلى كلمة الغض كلمة رقيقة جدا تناسب هذه المرأة التي كرمها الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن غض البصر هنا ليس فقط عن ما حرم الله من النظر إلى الرجال مثلا بشهوة أو غير ذلك كل ما حرم الله النظر إليه ينبغي أن نغض بصرنا عنه ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المرأة لا تستطيع أن تخفي كل شيء لابد أن يظهر شيء من هذه الزينة ولكن حاولي أن يظهر الحد الأدنى الذي لا يسيء لك أولا ولا يجعل من بعض الذين في قلوبهم مرض القرآن أيها الأحبة يريد أن يحمي المرأة من شر من في قلبه مرض المؤمن لا مشكلة المشكلة مع هؤلاء مرض القلب الذين قد يسببون أذن لهذه المرأة لذلك الله عز وجل حريص على النساء أراد أن يجعل هذه الآية آية الحجاب وآية غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة قدر المستطاع أراد أن يجعلها آية الحماية للمرأة آية الحفظ لها لذلك ماذا ختمها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فكأن الله عز وجل يريد أن يقول لك إذا التزمت بالحجاب لابد أن تفلحي في الدنيا والآخرة إذا التزمت بهذه الآية الكريمة وطبقت ما فيها حبا في الله تعالى وفي رسوله عليه الصلاة والسلام لأن لأن النبي هو الذي يخاطبك وقل يا محمد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فرجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وجعل التوبة هي جزاء التزامك بهذا الحجاب وجعل النجاح أخيرا تاجا في نهاية الالتزام بهذه التعاليم الإلهية الرائعة لذلك دائما أنا أنصح كل أخت مؤمنة أن تتذكر دائما هذه الآية وبخاصة آخر مقطع فيها وتخاطب نفسها لأن الله يخاطبنا جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نسأل الله الفلاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر